اهلا بكم طلاب وطالبات التعليم الفني وخاصة التعليم الصناعي خاصة طلاب وطالبات برنامج فني تكنولوجيا الحاسبات بالصف الاول اهلا بكم طلابي طلاب الصف الاول في منظومة جدرات ومنظومة الجدرات لازم في الاول الطالب في سنة اولى يعرف بعض المفاهيم والمصطلحات الجديدة علينا في منظومة الجدرات وفي المرحلة الجديدة للتعليم السنوي لانها بتكون مختلفة عن التعليم الاساسي فاحنا عندنا في منظومة الجدرات بعض المصطلحات اللي لازم حضرتك تتعرف عليها كويس قوي وتكون فاهمها أول حاجة عندنا أن ما فيش حاجة اسمها المواد خلاص إحنا كبرنا ودخلنا في منظومة جديدة فالمواد عندنا بنقول عليها وحدات وكل مادة المفروض من اللي كنت حضرتك بتدرسهم قبل كده كانت بتتكون من مجموعة من الأبواب حضرتك إحنا اللي عوحدة عندنا اللي هي المفروض المادة بتتكون من مجموعة من المخارج ومجموعة المخارج بتاعتنا بنتعلمها مع بعض وبنعرفها لكل وحدة حضرتك بعد كل مخرج بنخلصه المفروض أن حضرتك بتتقيم وده المفروض أنه كان حضرتك بتعمله الامتحان الشهري بتاع حضرتك أو الامتحان اللي بيكون في نهاية الترمي طبعا إحنا ما عندناش امتحانات إحنا عندنا تقييم بعد كل مخرج معلوماتنا الأساسية اللي بندرسها مع بعض من الصف الأول مش منفصلة نهائي عن الصف الأول عن الصف الثاني عن الصف الثالث لا بالعكس إحنا بنكون مع بعض من الصف الأول اللي بنتعلمه مش بننساه ولا بنكنسله من ذاكرتنا بالعكس إحنا بنحفوره كويس قوي في الذاكرة بتاعتنا لأن إحنا بنحتاجه طالما إحنا دخلنا في برنامج فني تكنولوجيا حاسبات فحضرتك بتحتاجه على مدار التلات سنوات وفي نفس الوقت كمان في حياتك العملية وإذا بعد كده ربنا أكرم إن شاء الله وكملت كلية أو معهد فحضرتك بتحتاج المعلومات بتاعتنا وما بتقدرش إن إحنا نستقنى عنها يعني بتكون في حياتنا العملية وفي حياتنا الدراسية فإحنا النهاردة إن شاء الله حنبدأ بمادة في وحدتنا وحدة الجدارات وحدة الجدارات أساسيات الحاسب برنامج فني تكنولوجيا الصف الأول أحبائي طلاب برنامج فني تكنولوجيا الصف الأول إحنا النهاردة حنتكلم عن وحدة من أهم الوحدات في الصف الأول وأنا أعتبرها إن هي كمان مهمة جدا لحياتك زي ما قلنا الدراسية والعملية لأن إحنا بندرس فيها مجموعة كبيرة جدا من أساسيات فني تكنولوجيا الحاسبات بحيث إن إحنا نعبر بحضرتك من مجرد مبتدئ في فني تكنولوجيا الحاسبات إلى فني متميز وزوجودة تصلح لسوق العمل إذا حضرتك ما كملتش فيه كلية فيبقى حضرتك تقدر إن أنت يكون لحضرتك المشروع الخاص بيك أو في سوق العمل تكون فني متميز في المصانع وفي سوق العمل مادتنا النهاردة أو وحدتنا بقى مش هنقول المادة هنقول الوحدة بتاعتنا النهاردة اسمها أساسيات الحاسب وتعالوا بينا نبص مع بعض أساسيات الحاسب أول المخارج بتاعة المادة اللي هي المفروض الأبواب ومش المفروض المادة المفروض إن هي الوحدة بتاعتنا بتتكون من مجموعة من المخارج مجموعة المخارج دي أول مخرج فيها يجهز مكان العمل والعدد والأدوات ودية بقدر أقول يعني إيه الكلام ده يعني إيه يجهز مكان العمل والعدد والأدوات تعال أفهمك يعني إيه الكلام ده حضرتك ده بنقول إن هو أنا عندي مكان العمل أو الورشة بتاعتي المفروض إن يكون فيها مجموعة من الأدوات ومجموعة من العدد مش حينفع إن احنا نستغنى عنها أبدا لازم تكون معانا وموجودة تعال معايا المخارج التاني يقيس الكميات الكهربية يقيس الكميات الكهربية ديت يعني هيكون عندي مجموعة من الكميات الكهربية زي مثلا الطيار الجهد المقاومة ودي حاجات هنعرفها مع بعض بعد كده المخرج التالت يجهز المكونات والعناصر والأجهزة وده بمعنى إن أنا حيكون عندي عناصر عناصر ديت المقصود بيها إن هي مقاومات مكسفات الأجهزة المقصود بيها هيكون زي جهاز أبوميتر زي جهاز أميتر زي جهاز فولتاميتر ودي برضو حاجات هنتعرض لها وحنشوفها عملي بعد كده المخرج الرابع ينفذ دوائر إلكترونية بسيطة وينفذ دوائر إلكترونية بسيطة بعد ما حضرتك هتعبر بتجهيز مكان العمل بتاعك أو الورشة بتاعتك بأدواتك والخامات والعدد بتاعتك بعد كده بتبقى عارف إزاي تقيس الكميات الكهربية بتاعتك من خلال الأجهزة اللي هنعرفها مع بعض بعد كده حضرتك هيكون مجهز عندك الخامات والمكونات تعرف يعني إيه مكسف تعرف يعني إيه مقاومة وإزاي بوصل ده وإزاي بوصل ده وإيه تأثير ده على الدائرة بتاعتنا هنقدر بعد كده إن إحنا نعمل دوائر إلكترونية بسيطة زي إن إحنا نعمل مجموعة من المقاومات مجموعة من على التوالي أو على التوازي ونشوف ده تأثيره علينا إيه بعد كده نقدر برضو إن إحنا ننفذ دايرة بسيطة متكونة من مقاومة مكاسف ترانزيستور ودي بسميها دايرة بسيطة لإن أكتر من كده في الخامات بتاعتي بقدر إن أنا أعمل دايرة معقدة فاللي هيتطلب من حضرتك إن أنت تعمل دواير بسيطة بعد ما نتعرف على الحاجات دي بعد كده عندنا آخر مخرج وهو يقيم أداء الخاص ويخطط لتحسين يعني إيه الكلام ده؟ يعني حضرتك إن أنت مريت بمشاكل في المخارج اللي فاتت دي كلها أو نقاط ضعف قدرت تتغلب عليها صدفتك ووقفتك لا أنا بعرف نقاط الضعف بتاعتي دي وببدأ إن أنا أحسنها يبقى أني أقيم الأداء الخاص بي إن أنا أقدر أعرف إيه هي كانت نقاط قوتي وإيه هي كانت نقاط الضعف عشان أقدر أتلاشى نقاط الضعف دي وحسن من نقاط الضعف بتاعتي دي كده مخارج التعلم بتاعتنا الخاصة بالوحدة بتاعتنا اللي هي أساسيات الحاسب ومن هنا عايز أقول لحضرتك كطالب وطالبة قدامي إن إحنا مش جايين النهاردة علشان نحفظ شوية معلومات أو نكون عارفين شوية حاجات لا أنا عايزة حضرتك تركز معي كويس قوي علشان المعلومات اللي إحنا هنعرفها زي ما قلنا هنحفرها في ذكرتنا لإنها هتفضل معانا على طول فكل اللي مطلوب من حضرتك كطالب وطالبة إن إنتوا تكونوا معانا مركزين كويس قوي ونحاول إن إحنا نفهم كل كلمة بنقولها مش نحفظها لإن إحنا مش هنروح الامتحان نحط شوية معلومات أو نحط اللي إحنا حفظناه في الامتحان ونطلع نسينه لأ إحنا هنفضل مستمرين نحط حاجة جنب حاجة جنب حاجة لغيط ما نبني فعلا فني متميز وزو جودة عالية في مجال أو في تخصص الحاسبات فمن هنا هنبدأ أول مخرج وحنبدأ حلقتنا النهاردة على مدرسة الهوى وفي وحدتنا ونبدأ مع أول مخرج تعلم رقم واحد اللي هو يجهز مكان العمل والعدد والأدوات وإحنا قلنا حاجة بسيطة إن هي العدد والأدوات اللي المفروض تكون موجودة مع حضرتك في مكان العمل أهم العدد والأدوات بتاعتنا أول حاجة عندنا هي كوية اللحام وكوية اللحام تتوفر الكويات بعدة أنواع مختلفة وتصنف بحسب قدرتها على إنتاج الحرارة ويفضل استخدام كوية ذات قدرة 40 وط وذات جهد 220 فولت تمام إحنا بنقول كوية اللحام أولا كوية اللحام دي ستكون من أهم الأدوات والعدد اللي المفروض تكون موجودة مع حضرتك وما تفارقش حضرتك ولابد أن هي تكون ذات جودة عالية طيب هو حدد لي هنا في تخصصنا أنه ممكن إحنا نجيبها حوالي 40 وط والجهد بتاعتها يكون 220 فولت طبعا أي جهاز كهرابي في جمهورية مصر العربية كلها إحنا بنستخدمه 220 فولت لكن قدرة الجهاز هي اللي بتحدد جودته فممكن وإحنا راحين نشتري نلاقي مثلا كوية شكلها زي شكل الكوية التانية بالضبط ولكن قدرة الكوية دي 40 وط وقدرة التانية 80 يبقى أنه الأفضل اللي قدرتها أعلى وبالتالي بتلاقي سعرها أغلى وده يبقى أهم ميزة عندي في الكوية إن هي لازم تكون قدرتها عالية فطول ما قدرتها عالية طول ما عمرها أطول وجودتها أعلى في اللحام وكمان سعرها بيكون أكبر طيب في عندي أنواع كتيرة جدا للكويات أيوة في أنواع كتير جدا للكويات الكويات في كوية استريت كوية العادية وممكن السلاح بتاعها يكون معدن وممكن السلاح يكون من النحاس طبعا معدن النحاس أو الألمونيوم طبعا النحاس بيكون أفضل لأنه موصل جيد أكتر للحرارة ممكن تكون على شكل استريت وممكن تكون على شكل مسدس زي ما احنا شايفين ممكن بيكون لها يعني حامل وممكن تكون من غير الحامل عادية خالص طيب كمان بيجيء جايب لي الهيتر والهيتر أو الهوت إير الهوت إير هو كوية وبيكون معاه كوية وفي نفس الوقت الهوت إير والهوت إير هنتعرض له وهنعرف هو إيه بالزبط ده بالنسبة لأنواع الكويات يبقى أول حاجة كانت عندي هي كوية اللحام ودي من أهم العدد والألات وعرفنا أن لها أنواع مختلفة واللي بيميزها كوية عن كوية تانية هي قدرتها كام وط هو بدألي في منهجنا أنه هو حوالي 40 وط دي نقدر نقول عليها كويسة وتقدر تعملي تحول سلك اللحام من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة تمام؟ فده هيكون دي أول خامة أو أول عدة من العدد بتاعتنا اللي هي الكوية اللحام بعد كده عندي رقم 2 من العدد والألات سلك اللحام وسلك اللحام بيتكون من مادتين مادة الرصاص بنسبة 30% ومادة الأسدير بنسبة 70% ده معناه أن أنا عندي نسبة الأسدير في سلك اللحام ده أكبر من نسبة الرصاص ولذلك لما بروح نشتري سلك اللحام ده ممكن نقول عليه أسدير يعني في الحياة الدرجة أو في السوق العمل بقى لما حطت بتروح تشتريه ممكن تقول عليه أنه هو الأسدير طيب بعد كده عندي بيبدأ اللحام بالزوابان عند درجة حرارة ما بين 183 و190 درجة مقوية إحنا عندنا يعني إيه الكلام دوت؟ يعايزين نفهم إحنا قلنا حنفهم مش هنحفظ الكلام بتاعنا فإحنا عندنا الزوابان بتاع سلك اللحام أو الأسدير زي ما اتفقنا بيكون من 183 ل190 درجة مقوية لـ190 درجة مقوية الحاجة اللي بعد كده يحتوي بداخله على مادة مساعدة في اللحام تسمى soldar flex طيب برضو يعني إيه الكلام ده؟ يعني مش بس عندي إحنا قلنا في الأول إن إحنا عندنا سلك اللحام بيتكون من أسدير ومن رصاص وبالنسب معينة هذيك قلت كده يا ميس تمام أنا قلت كده فعلا وبنغطي ده بمادة بتكون مساعدة لي على اللحام بحيث إن هي تديني نقطة اللحام بجودة عالية وفي نفس الوقت بيكون لها شكل بيضاوي أو يعني مدور كده يكون شكل نقطة اللحام يكون جيد ويكون زوجودة عالية زي ما بنشوفه في الشاسيهات الجهزة بالظبط فإذن إحنا عندنا سلك اللحام بيتكون من رصاص بنسبة 30% وأسدير بنسبة 70% ثم بعد ذلك بيغطى الأسدير والرصاص ده بالمادة المساعدة اللي هي السولدر فليكس علشان تساعدني على إن يديني جودة عالية في اللحام طيب إنت بتتحول سلك اللحام ده من حالة الصلبة إلى الحالة السائلة لما بيوصل لدرجة حرارة 183 لمية وتسعين طيب نشوف شكله ده شكله في البقر بتاعنا بتكون بقرة بالشكل ده البقرة دي ممكن إن احنا نشتريها كلها على بعضها وممكن أشتريها بالمتر ممكن أشتريها على بعضيها زي ما احنا شايفينها كده بقرة كاملة وممكن حضرتك تشتري بالمتر بس طيب السلك اللحام ده هل له سمك معين يا مس أو له قطر معين المفروض أن أنا أشتري به طبعا لازم يكون القطر بتاعه حوالي 8 من 10 طب ليه مش ممكن أشتري أكتر من كده لا هو فيه فعلا أكتر من كده بس الأكتر من كده ده بيستخدم فيه تخصصات تانية لأنه بيديني طبعا نقطة لحام أكبر وحجم أكبر فبالتالي ده شيء مش مستحبي يعني مش هيدينا لأنه احنا بنتعامل مع خمات أطرافها بتكون رفيعة فبالتالي بنكون محتاجين أن احنا نجيب سلك اللحام يكون قطره لا يتعدى لـ 8 من 10 ملي متر وده حيفيدنا طبعا في أنه يديني شكل وجودة لنقطة اللحام بتاعتنا إحنا كده لغاية دلوقتي عارفنا عدتين مهمين جدا وما أقدروش أستخدم واحدة فيهم من غير التانية أول حاجة كانت كوية اللحام بأنواحها المختلفة وقدرتها اللي احنا قلنا عليها ثم بعد ذلك شريط اللحام اللي هو برضه عارفنا إيه المواصفات اللي المفروض تكون موجودة فيه نيجي للحاجة اللي بعد كده اللي هو رقم 3 اللي هو شفاط اللحام شفاط اللحام بيستخدم فيه سحب وإزالة اللحام الغير مرغوف فيه بعد تسخينه يعني إيه؟ تعال أقول لك يعني حضرتك إحنا لحمنا ونزل من حضرتك أسدير زيادة أو الكوية شدت أسدير زيادة على نقطة اللحام فلاقيت أن نقطة اللحام كبرت أو يزيادة عن اللازم نعمل إيه؟ هنفكها نفكها إزاي؟ نفكها بشفاط اللحام برضو ده بيتم إزاي؟ بيتم بإن إحنا نشوفه مع بعض على الصورة أدي شفاط اللحام قدام حضرتك أبارة عن مجبس للهوى وزرار بيدفع مجبس الهوى دي يرجعه مكانه لما أكون عايزة أشفط الأسدير الزيادة عندي أو اللي وقع مثلا على الشاسيه في مكان أنا مش عايزاه فبقدر أن أنا من خلال المجبس أن أنا أعرضها طب تقول يا ميس أنا شايفه صحيح لكن أنا مش متخيلين إزاي هيعمل الموضوع ده؟ تعالوا بينا نشوف كده على الطبيعة أنا جبالك أدي الشفاط اللحام بتاعنا أدي الشفاط وأدي السن بتاعه اللي بيتم من خلاله الشفط وأدي مجبس الهوى مجبس الهوى ده أنا بنزله كده استعدادا لشفط الأسدير بعد كده بيكون الكوية موجودة والكوية بسيح بيها الأسدير اللي زاد وبعدين أبدأ التكة على الزرار ده فيبدأ يشفط كل الأسدير اللي تم إزابته طيب ده طبعا بالهوى تعالوا بينا نشوف كده لو أنا كبسته تاني تمام وأنا قفلت الهوى بصابعي كده هل أنا لو رفعت الشفاط هيشفط كل الأسدير تعالوا نجرب كده أدي رفعته هوت شايفين أنتم ما طلعش المكانه أول ما شيل صابعي هيطلع لمكانه بالزبط يبقى إذن إحنا بنحبس الهوى أو بنفضي الهوى منه بنجبس الهوى كله لغاية السن زي السرنجة كده بالزبط لما بنفضيها خالص وبعد كده نبدأ نسحب بيها الدواء أو الحاجة اللي إحنا هنبدأ نديها للمريض فده عندنا بالنسبة لنا هو اللي هنشفط به أي أسدير زيادة أو أي غلط تم حدوثه طيب بعد كده عندي رقم أربعة شريط إزالة اللحام شريط إزالة اللحام ده بيقول لي أنه هو مصنوع من شبكة نحاسية تقوم بامتصاص اللحام الزائد الغير مرغوب فيه يعني إيه؟ يعني شريط اللحام ده هو زي بالزبط شفاط اللحام إزاي ميسي يعني أنا عندي حاجتين بيقوموا بنفس الوظيفة بالزبط كده حضرتك عندك أتنين أداة تقدر اللي اتنين بيوفروا لي نفس الوظيفة باختلاف تركيب لتنين اللي موجودة عند حضرتك منهم تقدر تعمل بيه طب فيهم واحد أجود من التاني بالفعل شريط إزالة اللحام بيكون أجود من شفاط اللحام مصنوع من إيه؟ شريط اللحام شريط اللحام مصنوع من شبكة نحاسية والشبكة النحاسية دي بتكون مغطاة بمادة الفلكس أو بمادة الرجينة أو بمادة اللي هي السلدر إيه؟ فلكس اللي احنا قلنا اللي هي المادة المساعدة عشان تديني الجودة بتاعة اللحام لا هنا بقى احنا بنتستخدمها علشان تسحب الأسدير كمان معانا أو تساعد في سحبه على الشبكة النحاسية ففي شريط إزالة اللحام أنا بحط الشريط مع الكوية أنا ما بستغناش عن الكوية خالص لأن هي دي هي اللي حتحول الأسدير بتاعي من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة فببدأ أحط الكوية على نقطة اللحام بيتم إزابتها ثم بيطلع كله على الشبكة النحاسية بتاعتنا بتتميلك كلها بالأسدير وبكده أنا بكون شلت اللحام من على أو شلت نقطة الأسدير الزيادة أو الأسدير الزيادة اللي موجود عندي وغير مرغوب فيه تعالوا كده نشوف شكله دي شكله بالمنظر ده برضو بكرة وممكن أشتريه بالبكرة كاملة وممكن أشتريه برضو بالمتر ده على حسب احتياج حضرة ده زي ما قلنا إن إحنا عندنا الشريط ده بيقوم بنفس وظيفة الشفاط اللحام طيب تعالوا بينا يا ترى نصينا اللي إحنا قلناه من أول حلقتنا النهاردة إحنا كده اتكلمنا عن أربع حاجات مهمين وما ينفعش ما يكونوش موجودين في مكان العمل بتاعنا أول حاجة فيهم كانت الكوية باختلاف أنواحها وقلنا إن كوية اللحام دي أنا باستخدمها علشان أزيب سلك اللحام واستخدمها في تسبيت العناصر الإلكترونية بتاعتي على الشاسي أو على الدايرة ثم بعد ذلك شريط اللحام وشريط اللحام اللي هو قلنا عليه الأسدير وقلنا بيتكون من إيه طيب شريط اللحام بعد شريط اللحام أنا عندي شفاط اللحام شفاط اللحام باستخدمه في إيه قلنا إن إحنا بنستخدمه في إزالة نقط اللحام الزيادة أو اللي غير مرغوف فيها أو حضرتك وإنت بتلحم نزل منك أكتر من الأسدير اللي المفروض يكون على نقطة اللحام فحضرتك بتشيله بشفاط اللحام في طريقة تانية لشيلنا لنقطة اللحام أيوة بشريط إزالة اللحام برضو عبارة عن شبكة نحاسية بحطها وبحط الكوية بتقدر إن هي تسحب لي الأسدير الزيادة كله إحنا كده عرفنا شريط إزالة اللحام وإن شاء الله من الحلقة الجاية هنبدأ إن إحنا نعرف مع بعض أنواع جديدة من العدد بتاعتنا زي مثلاً هيكون عندنا الزرادية ذات الأطراف الطويلة الزرادية ذات الأطراف الطويلة أنا كده اتنقلت من حاجات مهمة جداً زي الكوية وشريط اللحام وشفاط اللحام وشريط إزالة اللحام دولة الأربع حاجات ما نقدرش نفرقهم عن بعض أو بنتبرهم كده مربع لابد إن هو يكون موجود عندنا في مكان العمل بتاعنا فوحدها من العدد والآلات طيب أنا عندي بقى حاجات تانية لازم برضو تكون موجودة في مكان العمل بتاعي ولكن إحنا إن شاء الله المرة الجاية أو الحلقة الجاية حنقدر إن إحنا نستكمل بقية العدد بتاعتنا وبقية الأدوات اللحنا بنستخدمها في مكان العمل حب أنبه أحباء الطلبة إن حضرتك لازم تكون عارف الحاجات اللحنا خدناها النهاردة وفهمها معانا كويس جداً لأن إحنا زي ما قلنا قبل كده إن إحنا هنحتاج كل ده فخلينا نراجع مع بعض اللي إحنا قلناه النهاردة علشان ما ننسهوش ويكون معانا على طول إحنا قلنا إن إحنا مش هنستغنى عن كل الكلام ده فتعالوا بينا نراجع مراجعة سريعة إحنا عندنا كوية اللحام وقلنا إن كوية اللحام دي لابد إن يكون لها جودة عالية ويكون قدرتها كبيرة وكل ما كانت جودتها كبيرة كل ده طبعاً ما كان سعره أكتر ولكن حيكون أفضل في جودتها في الشغل مع حضرتك وعمرها كمان حيكون أطول الحاجة اللي بعد كده أشكالها المختلفة وإحنا عرفنا إن فيه أشكال مختلفة زي مثلاً أهو الكوية المسدس ودي طبعاً بيكون كوية عالية الجودة وبتزيب الأسدير في أقل من خمس ثواني الشكل الثاني اللي هو الاستريت ده باختلاف برضو نوع وقدرة طب حد يقول يا ميس ما هي دي زي دي لا ممكن تكون قدرة دي زي دي هو ممكن الشكل يكون واحد لكن القدرة تكون مختلفة كمان إحنا قلنا إن أنا عندي الهوت إير والهوت إير ده دي نوع من أنواع الكويات بيكون فيه الكوية العادية بتاعتنا وبيكون فيه كوية بالهواء الساخن وده حنعرفها برضو مع بعض لإن هي موجودة في المخارج بتاعتنا طيب بعد كده عندي سلك اللحان وسلك اللحان إحنا قلنا إن هو لابد له من مواصفات معينة أولا بيتكون من إيه ثانيا إزاي بيتم إزابته عند درجة حرارة إيه وبعد كده بيتحط عليه مادة مساعدة للحان ثم كطره كل الحاجات دي لازم تكون في دماغ حضرتك وإنت رايح تشتريه قلت إن إحنا بنطلق عليه كلمة أسدير لأنه النسبة الأعلى في تركيبه هي مادة الأسدير بعد كده ده شكله بعد كده قلنا شفات اللحام وعرفنا شكله وشفات اللحام فايدته إن هو أقدر أشيل بيه أي أسدير زيادة غير مرغوف فيه على الشاسي بتاعي أو زاد مني الأسدير أي أن كان طبعا حضرتك علشان مبتدئ فوارد إن يحصل الغلطات دي طبعا حضرتك أول مرة تمسك كاوية وأول مرة تمسك شريط اللحام وأول مرة تشوف كل الأدوات اللي احنا تكلمنا عنها النهاردة فحضرتك مطلوب من حضرتك إنك تركز كويس قوي وإنت ماسك الكوية لأن الكوية ممكن تضر إدين حضرتك يعني بيفضل طبعا نحن تكون لابس الجلافز وإنت بتشتغل ولكن إحنا بنشتغل مع خمات دقيقة جدا والخمات الدقيقة دي مش هنقدر نمسكها بالجلافز فعشان كده إحنا بنشتغل بإدينا فحضرتك لازم تكون مركز وحذر في استخدامك مع الكوية يعني يكون إديك بعيدة وماسك بالعازل بتاع الكوية وإديك بعيدة عن الأسلاك وإحنا هنقول بعد كده إن شريط اللحم ده احنا ممكن نمسكه بعد كده بالزرادية ذات الأطراف الطويلة زي ما قلنا أو بالجفت مثلا ولكن برضو الجفت ممكن يسخن معايا إيدي فالأفضل إن احنا يعني هنتعلم مع بعض إزاي نعمل ده وده هنشوفه طبعا في حصة المهارات لأن طبعا إحنا ما بقاش عندنا حاجة اسمها نظري وعملي إحنا بقينا معارف حضرتك وإنت بتعرف معايا المعلومات دي كده حضرتك موجود معايا في حصة المعارف أو في السيشن بتاع المعارف أما سيشن العملي اللي حضرتك بتشوف فيه الكوية وبتمسكها بإديك وبتشوف شريط اللحم وبتشوف إحنا هنعمل إيه وإزاي لو اللحم زاد مني هقدر إن أنا أشيله ده كله طبعا هنعرفه مع بعض في سيشن المهارات وده حاجات هتمسكها بإيد حضرتك وتعرفها كويس قوي وأتمنى على الله إن إحنا نكون قضينا مع بعض وقت كويس وقت عرفنا فيه وتعلمنا فيه مع بعض وزي ما اتفقنا إن إحنا مش هنحفظ إحنا هنفهم علشان نبدأ نبني في فني تكنولوجيا الحاسبات لعلة وعسى إن حضرتك تكون مهندس محترف أو فني محترف في سوء العمل وألتقي بيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة على خير وسلام وأترككم في أمان الله شكرا